ذهبنا إلى عبدالرب الرسول سياف عنده تخريج دفعة قالوا تحضر الحفر وبعدين تريسون مع الشيخ كانوا قريبين بعد مناطقهم؟ إيه يعني في كل واحد له مخيم وكل واحد له أتباع كيف كنتوا تتنقلون؟ في سيارة وفي حراسة بمسلحة يعني حراسة أنتم موفرينها ولا؟ لا طبعا رتبوهم عرب كثير من سعوديين ويمنيين يعني بحراسة مجاهدين يعني فذهبنا إلى عبدالرب الرسول سياف عنده تخريج دفعة عنده كلية خاصة به وقلت له قالوا بيكون عندك كلمة أنت من ضمن الحفل أنا نسيتني بأفغان وقلت اللغة العربية منتشرة وتحمست وجيت بقصائد في الجهاد وثار ما فهمني إلا سياف واثنين معه والحفل كلهم ما فهموا اللغة يعني حاجز بعدين قال لي حتى أبو أيمن قال ترى ما يسلم لا لا سياف اللي يفهم وكل ما معه وثم قدمنا رسالة خلنا معه في غرفة وكذا استقبالهم من الرسالة كيف كان؟ يحتفون ويحبون الشيخ ومبادر وقدروا لكن طبعا ما يدخلون في تفاصيل كل واحد يعني على ما في ذهنه وش الخلاف اللي كان بينهم؟ أنا أقول خلاف على الغنائم على المناصب على الدنيا لأنه يوم كان الجهاد والشدة كانوا متفق صفا واحد يعني ما هو بخلاف فكري ولا عقادي ولا فقهي ولا؟ لا ما ظن لأنهم أصلا طبعا فيهم ما تريدية فيهم أشاعرة فيهم حتى بعض السلفيين فيهم وصوفية قبورية نكون نسبة واضحين لكن ما ظهرنا أنه خلاف عقدي هو على المغانم مثل تعرف أهل الحدهم صحابة قال سبحانه يوم جاء الغنائم نزلوا واخترفوا قال هو من عندي أنفسكم قل هو من عندي أنفسكم تعرف النفوس البشرية ثم ذهبنا إلى صوات الله مجددي كان في ذلك الوقت أظن أنه كان الرئيس لهم لما يأخذوا دورات ستة شهور يرأسهم واحد ويكبرهم سنا فهمرونا أكثر لأنه في ثقافة ويسافر كثيرا وذكرنا أن ابنه قتل أن ابنه قتل يعني كانوا متأثر ذكره أشدهم عندنا حكمة يار وكان أتبعه أكثر كان يتصل ذلك الوقت من جبهة وكان يخرج عنده جهاز إتصال الإرسال يعني يتحدث معنا شوي ثم يخرج ثم يأتي يواصل وذهبنا هذول القادة الذين قابلناهم فيه موقف لا أنساه في بيت الأنصار بيت الأنصار هو مظافة للمجاهدي العرب في بشاور مظافة وبو أيمن يسمعني لأن مساء الله بالخير هو معي الثمير عبدالله الثمير رجل العمال المعرف فدخلنا بيت الأنصار الآن السؤال الذي سوف يواجهني دائما لماذا يفتع علماء السعودية بجواز استقدام القوات الأجنبية في أزمة الخليج وإن كنت من أبرز الدعاة وأنا مؤيد استقدام القوات ومؤيدة كحكمة أنا طالب من طلاب العلماء الكبار لكن لي أشرتهم محاضرة بلغتهم أني أيت العلماء الكبار بينما بعض الدعاة لم يؤيد هذا فألقيت محاضرة قام واحد جزائري لا أنسى أسموه زهير قال دعنا من هذا الكلام عارفينه الجهاد وفضل العيش ومثل الاتفاق ويعتصموا بحب عارفين هذه العيش ليش أنتوا فضحتونا يقول لي كذا علماء عندكم ويقول لكم محاضرات في استقدام القوات الأمريكية عندكم في المملكة قلت الذين أفتوا علماء الشيخ بن باز ومن عثيمين والفوزان هاي تكبار علماء هؤلاء يقول سبحانه فأسألوه لذكر إن كنتم لا تعلمون أنتم مجهدين لستوا علماء قال لا أنتم عملاء وهم ليسوا بعلماء فردت عليه فقام واحد سبحان الله سعودي لا عرفه من أصل من عنيزة يعيد الجزائري علي لأنه تتعلم على الفكر واحد ثم قام أخ مصري والله قال الجزائري يبحث عن سلاح أو شيء لأنه بدت اللبشة فأخذني الثمير ومجموعة ودخلنا إلى الغرفة الإمام لأنه خلاص اختلط المسجد وصار ضوضاء وصار فيها صجة وضجة مع مراجعة يبحث عن سلاح كان يبي يقتلك؟ يقول لأخوانا هو يلابس طبعا هو ترى عندهم ذاك الوقت تقاتل الرجل مثل الدجاجة في غالستان كي إذا اختلفوا ترى إذا ما يزعون بالمسدس وتقاتلوا فيما بينهم وتواجهوا حكمة يارواجه ما أدي السبوات المجدد وسيّاف واجه هذا وتقاتلهم سهل